اشتركوا في القناة الأجديد من العيادة The Clinic مرض السرطان أدى إلى وفاة الملايين من الناس حول العالم وسرطان الكولوم هو من أحد السرطانات. بعام 2021 سجلت 1.93 مليون إصابة بهالسرطان حول العالم بحسب منظمة الصحة العالمية سرطان الكولوم هو أحد أنواع السرطانات يلي بتبلش بالأمعاء الغليزة. كل الفئيات العمرية معرضة للإصابة بهالنوع من السرطان. ولكن بيكون أثروا أكبر على البلغين سعي شارلين كرميل هيك رح نكون عم نعرض خلال الحلقة الأسباب، الأعراض، العلاجات وكافة المواضيع المتعلقة بسرطان الكولوم مع ضيوفنا اللي رح ينضموا لقلنا خلال الحلقة والبداية مثل العادي رح تكون مع What's on the show البداية رح تكون مع تعريف سرطان الكولوم الأسباب، الأعراض وأهمية التشخيص المبكر مع الدكتور خليل القسم الثاني وصلت ضوء على أهمية الجراحة وإخر تطورات بها المجال مع الدكتور توني خنيسير أما القسم الأخير فرح يكون مع العلاج المدعم بعد الجراحة متى يكون فعال بأي مرحلة مع الدكتور ماروصب كنسل كولون كنسل كولون بيسيب الرجال ولا نسوين أكتر الرجال؟ ما بعرف أه، بعتقد الرجال بس ليدو لاش بدو يسيبها أكتر منها؟ كولونوسكوبي الواحد اللي عملها دو كولون ما ما بعرف بس بعرف أنه الرجال أكتر بس بسبب ما بعرفه بيسيب الرجال أكتر الأسابة العلمية اللي فيه هذا بتكوين الجسم الإنساني يعني ما فيه لهم كثير عمرات كيف بيسيب الرجال؟ الرجال لا لأنه ما بعرف أن النساء عمرهم أكتر عم بيكون لأنه رجال أكتر كمان بيدخنوا وبيشربوا وبيدهروا يعني لسوين بيتبع صحتهم أكتر النساء بيعانوا من مشاكل بالمعدة أكتر بحس ما بعرف لأنه بحس النساء أكتر مفروض يمكن آه، بس ما كلمانه نسوين شو بحسنا إحنا يعني أنا كمان بقول بالرجال أكتر سرطان الكنو بيبلش عادة على شكل تكتلات صغيرة حميدة ولكن مع مرور الوقت تتحول التكتلات هيدة لتكتلات سرطانية ضمن الكنو بسيئة هالفقرة رح نحكي عن عوارد ممكن يحسوا فيها الأشخاص وعند ظهور هالعوارد ضروري ضروري تستشيره الطبيب لأنه إذا استشرنا الطبيب عبكير أمل الشفاء بيصير أكبر تنحكي ونعرف أكتر عن سرطان الكنو أعراضه والأسباب يلي بتأدي إليه وكل الأمور المتعلقة بهالموضوع معنا دكتور خليل الشديق أخصائي بأمراض جهاز الهضمي أهلا وسهلا فيك شكرا على أكتر حكيم أول شي عرفنا شو هو سرطان الكنو سرطان الكنو هو مثل أي سرطان هن خلية خبيثة بتبلش تنمى بالجذب الكولون وبتبلش تتطور أول شي مثل ما حضرتكم قلتوا أنه بتبلش حميدة ومع الوقت بتتحول لشي خبيث معنا وقت تتتحول هذا الوقت هو لازم نستغله بشكل مزبوط نروح نعمل الفحوصات نقدر نشخصه للمرض هو عالميا هو الثالث أكتر كونسير بالعالم وهو الثاني أكتر كونسير بموت العالم بالعالم من بعد سرطان الرئى عند الرجال أو النساء وهن بينصابوا فيه النساء والرجال سوية ما بيميز بين مرأة وبين الرجال لأنه في كتير ناس آخدين شائع أنه هو أكتر عند الرجال أو أكتر عند النساء لا هو متساوي شو هن العوارد طبعه يعني إذا شخص نحن بنعرف أو أدن بالخروج هذا يمكن أكتر شي متعرف على أدن بالخروج منعتلهم أنه يكون عنا سرطان بالكولون بس في عوارد غير شو معقول يحس الشخص الست أو الرجال يروحوا يستشيروا طبيب بهذاك وضع نحن بالسرطان الكولون لازم نستشير قبل حتى ما يبلشوا العوارد لأنه وقت يبلشوا العوارد منكون شوي بلاشنا نتأخر من العوارد طبول السرطان الكولون يس أكتر شي منلاحظ تغيير بالخروج بيصير عنده أكتام أكتر بيصير عنده إسهال أكتر وجع بطن دم بالخروج ضعف نقص حديد هؤدي أغلب العوارد اللي بيصيروا معه للإنسان هلأ كمان مثل ما قلنا اكتشاف المبكر هو اللي يجب يكون ما ننطر العوارد طيب بينه يعني أغلب الكونسير بيجي أسامتوماتيك يعني ما بيبينه العوارد طبعه شو يعني اكتشاف المبكر يعني إذا ما حس الواحد منه حسس بشي نعم إجبارة نعمل فحص فوق الخمسين السنة لازم نعمل فحوصات كرمال اللي نشوف ونصرنا بالكونسيرت أبو الكولون يعني هون نحن دايما في أشهر معينة خلال السنة بيكون في حملات للتوعية لأنه بيكون هيدا الشهر لهيدا نوع من السرطان تنذكر بس نحن الكولون هو المصران الغليز نعم نحن الليلة عم نحكي عن سرطان بمصران الغليز شو هو العمر اللي لازم من يعني يكون هو سوي معين نبلش منه نعمل الفحص الدوري وشو هو الفحص الدوري اللي لازم نعمله لنكتشف باكران سرطان مصران الغليز عالميا كنا متفقين على الخمسين السنة هو العمر اللي لازم نبلش فيه التشخيص أو نتفتش على السرطان القلون أو نفتش على التلولة لأنه هي بتبلش تلولة صغيرة وبترجعها بتكبر نحن ما عم نفتش على الكونسير نحن عم نفتش على التلولة قبل ما تتحول لكونسير عالميا كان خمسين سنة هلأ عم نحاول يحاولوا بأمريكا يوطولها لخمس واربعين سنة بعد فيه دراسات تشوف إذن هيدا إفكتيف أنه يوطولها لخمس واربعين سنة أي أوراق للرجال والسيدات للرجال والسيدات سوية يمكن بس دكتور شدية إذا فيه عام إذا فيه حالة بالعيلة سرطان قلون لازم يكون التشخيص أبكر من هيك نحن هوني عم نميز بين أفريج ريسك وهاي ريسك الأفريج ريسك هنه المرضى اللي ما عنده مشاكل بالجهاز الهضمي ولي ما عنده إشياء وراسية فيه كثير إشياء وراسية مثل التهاب القلون المزمن هاو دي لازم يبلشوا عمر أبكر في إشياء اللي عنده بيو أو أمو عندهم كونسير يعني فورس ريلاتيف فاميلي لازم يبلشوا عشر سنين قبل من ما اكتشفوا أو على الأربعين سنة يبلشوا سو نحن هون عم نحكي لعامة الشعب مش لهودي الناس الاسبيسيفيك اللي عندهم حالة خاصة بالعيلة يعني إذا عم نحكي حكيم كل شخص فوق الخمسين سيدة أو امرأ لازم تعمل فحص معين اللي تخبرنا شوه هالفحص هلا دي بيستاج أو السكرينينج يعني هو الكشف المبكر أهم الشي بالفحص يكون سريع دقيق أفوردبل في كل العالم تعمله عندنا نوعين من التاست اللي هن أكتر شيء بسانزيتف يعني حسيسين عندنا الفيت تاست اللي هو فحص خروج سهل كتير فينا نعمله بالمنزل ما بيحتاج لتحضير ما بيحتاج لأدوية منعمله مرة واحدة ومناخده على المقتبر بس هيدا سنويا لازم ينعاد هيدا بإصلا إذا فيه كوريات حمر بقلب البزار هلا إذا فيه كوريات حمر هون لازم نتوجه صوب نظور وفيه الاحتمال التاني اللي هو ضغر نروح صوب النظور النظور بيقدينا عشر سنين إذا طلعنا نرمال إذا ما عنا لا ترولي ولا شيء بيتحول لشيء مش منيح أو لشيء خبيث هون عنا أكتر هوا دي الاحتمالات اللي هو يالفحص الخروج يالكولونوسكوبي يالنظور فيه كتير إشياء عم بيحاولوا يشتغلوا عليها منهم السكان كولونوجرافي يعني سيتي سكان نعملها بعد بعدها شوية محدودة لأنه فيه الأشياء الصغيرة ما بتقدر تكتشفها عنا الفحص الدم اللي رفضوه تماما بطل يعني ما يسألونا بقى الناس عن الفحص الدم لأنه طلعت الأبحاث إنه مش كتير دقيق فحص الدم السبكت الناين سو وقفنا نستعمله أصلا ما بلشنا نستعمله بس كأنه الأبحاث كنت عم تطرح هذا الموضوع ما أثبتت فعاليته أبدا سواء أكتر شي عنا هلأ شائعا هو الفحص الخروج والكولونوسكوبي بسرطان الثادي في فحص جيني بينعمل لنعرف إذا أنا عندي استعداد وراثة إنه يكون عندي سرطان الثادي لسرطان الكولون في شي فحص جيني مختص لألو نعم هوده بنعملون بس عند الناس اللي عندهم حدا بالعائلة منصاب يس في فاميلي مثل الفاب هوده ناس متعردين إنه يعملوا توليلي كتير ويتحولوا لكونسار هوده إذا حدا بالعائلة عنده عنده كونسار بنعملهم هوده التاست كرمال نشوف إذن في عندهم استعداد يتحولوا بس لا ما بنعملهم لكل العالم هيد العائلة المصابة بالكونسار ساعتها بنعملهم هوده التاستات بالعودة هيدا للكشف المبكر بالعودة للعوارد الشخص ممكن يجي لعنة عم بيخسر وزن ممكن يجي لعنة عم بشوف الدم بالخروج في نحكي أكتر أينتا المريض بيتوجه للطبيب إذا حس بعوارد معينة بتخلينا نشكل بسلطان نحن بالحملة الوطنية نحن مندعي يساعدونا كمان الأطباء العام بهذا الموضوع لأن نحن كل واحد فوق الخمسين سنة لازم يعمل فحص ياليخروج يعمل فحص النظور هلأ وقت يصير عنا عوارد حيالي عارد بحس حاله منه مظبوط لازم يتواجه عن جهاز هضمي يعني اسهل اكتام وجع بطن دم بالخروج ضعف عدم شهية على الأكل هوا كلهم أو فقر دم نقص حديد هوا كلهم معقول يكونوا مؤشرات ما بدنا نخوف العالم لأنه في كتير أسباب تانية بتعملهم بس هوا دي معقول يكونوا أسباب أنه يكون عنا بداية لكونسير الكولون السرطان عادة هو مرض خبيس بس بمرض كنسير الكولون في شي واجع بالبطن أو نفخة أو ما بيبين لأنه خبيس واسم على مسمى أول فترة بيكون عم بي صامت صامت جدا يعني نحن وقتا يتبلشوا العوارض عادة بيكون نقلنا على ستيج 2 وستتيج 3 صورنا بمرحلة شوية متقدمة هلأ بالكشف المبكر نحن منقول 90% من العالم بصحه من الكونسير دي كولون فليهذا سبب نحن كتير منشدد عالميا وحتى بالدول العربية وبلبناء أنه الكشف المبكر هو الحل الوحيد وهن أثبتوا أنه الكولونسكوبي الندور بيزيد نسبة الشفاء لـ 70-80% وحتى نسبة العاش بتتحسن لـ 70-80% يعني كتير مهم ننصح العالم أنه بعد الخمسين سنة توجهوا لعند الحكيم لتعملوا الندور لأنه مثل ما كنا نحكي قبل الهواء نقول أنه هي مبنى خاف يمكن أنا قلتلك يمكن أنا بعد عشر سن بدأ أعملها هيك بمسحة بس أنت قلتلي نلع هي بروسيدجر هين رأيت بتخبرنا كيف هي بتصير قداش هي سهولتها وقداش هي بيقدر الشخص يجي يعملها ويروح ما كأنه يكمل نهاره يمكن نحن نقول نهي للمرضى أنه أصعب شي هو ليلة التحضير للندور لأنه نحن بدنا نسرب شي يسهلنا لخروج كرميل نقدر نسميه سيديشن في عنا نوعين من البنج اللي هو الكنشي السيديشن واللي هو الأنيستيزيا نيناتهم بيكون المريض نايم مرتاح منفوت بنشتغل وبنطلع بده عشرين دقيقة العملية كلها وإذا فيه توليل تنشاله لتوليل دغري على بقلب النظور بدون ما يحس أكيد المريض وهو نايم المريض كتير سهلة صارت العملية يعني التالت ساعة بيكون خالص يعني إذا كان الصبح بعد قداب يقدر يقوم يتسرف يكمل حياته الطبيعية الحياته الطبيعية كأكل وكمشي دغري بشي ربع ساعة بعد البنج فيه كافية بس بيكون أخذ شوية بنج ثم ننصحه أنه يروح يرتاح بالبيت نعسين شوية نعسين شوية أكل بس أكل شرب في حياته بعد الظهر طبيعي هو يمكن متل ما عم تقول التحضير أسأل شي يمكن هي أسأل مرحلة قبل قبل بليلة من التاست يعني أو من الفحص طب غير النظور هل بتروحوا لفحوصات تانية يعني هل المرآي هل هنظور بالتشخيص عن السرطان يس يس متل ما كنا عم نحكي هلأ عدد تاستات في عنا كمان كابسول قولون هيده كابسول منبلعة بتصورنا القولون كاميرا يعني مثل الكاميرا منبلعة بتصورنا القولون عنا سيتي سكان سيتي كولونغرافي كمان بس هوا كلهم الحلو فيهم إنه ما بدون نظور بس إذا نطلع في شي فيهم بنروح تصور بالنظور نرجع ناخد زرع نشيل التلولة أو ناخد زرع مننا يعني نكون عم نعمل تاستين بدل تاست واحد هوا دي عادة منعملون للناس اللي مش مهيئين يعملون ندور عندهم مشاكل صحية مفهون يعملون بناج يمكن مية بالمية عندهم حاسيسية يمكن هوا دي منعتمدون عند الناس اللي بي سباشل كيس هلا بالسرطان عامة في سرطانات بمحلات معينة منعرف إنه هيد خطيرة ونسبة الواحد يشفى منها كتير ضئيلة مثل البانكرياس وغيرها سرطان كولون وين مطرحه من حوض الكانسر هل هو سرطان بيحكم على المريض أو هو سرطان في أمل شفاء منه سرطان كولون صراحة هلأ صار من أسهل السرطانات لأنه على الكشف المبكر بس مثل ما قالنا بأول الحلقة إنه كمية كتير كبيرة حسب كيف نكشفه على السريع بالمرحلة الأولى يمكن النظور يكون كافي بالمرحلة الثانية يمكن نروح صوب الجراحة ألأ بالمرحلة الثالثة وقت يصير متقدم ساعتها صربتنا أدوية وعلاجات بالمصر بس لا في نسبة كتير كبيرة منه مثل ما كنا عم نقول إنه 90% منه بيشفوا إذا اكتشفنا على ففترة مبكرة وهو عادة أنوان بيمتد بالجسم أكتر شي هو أول شغلة بيروح على الغدد اللنفوية بالبطن بيروح على الكبد بيروح على الرواية وبينتقل بالبريتوان بالغشاء تبغول البطن هو أكتر محلات بينتقل عليهم الكون وأكيد إذا تم التشخيص عبكير قبل ما يمتد أكيد نسبة الشفاء بتوصل لتسعين وإذا ساعت نسبة الشفاء تقريبا بتكون كتير واط نسبة الشفاء بتصير أوطع بكتير أكيد بس كمان يمكن هون ببطل فينا نحكي عن شفاء التام بس بصير فينا نحكي عن تطويل الحمر بس كمان فيه كمان أبحاث كتير متطورة هلأ سرع عنها حتى أدوية يمكن بالتم الحكيم هيحكي من بعد العلاجات كتير تطورت نحكي عنها بالفكرة التالية يعني مع كل هالنسب العالي بالشفاء بيعطي أمل كتير كبير للمرضى نحن متشكر وجودك معنا حكيم على كل المعلومات الأيام التي أعطيتنا إياها وننتقل للقسم الثاني للحديث عن علاجات سرطان الكولون بيوصل الأطباء الأشخاص يلي عندهم خطر الإصابة بسرطان الكولون أنه يعمل الفحوصات الطبية اللازمة بعمر الخمسين أما الأشخاص يلي عندهم خطر أكبر مثل يلي عندهم تاريخ عائلة من الإصابة بسرطان الكولون أنه يقوموا بالفحص بعد قبل من عمر الخمسين بعض التشخيص بتبليش رحلة العلاج يلي بتعتمد على أكتر من عامل منا موقع السرطان مرحلته والمخاوف الصحية التانية يلي بتفرق من حالة للتانية العلاجات متعددة من العلاج الشعاعي والعلاج الكيميائي وبتشمل أيضا جراحة استقصال هالسرطان فأزن بي هالفقر نحكي أكتر عن العلاجات مع دكتور توني خنيسر وحضرتك طبيب متخصص بجراحة المصران الغليز وبيب البدن أهلا وسهلا فيك ورح نستفيد من وجودك معنا لنحكي عن علاجات سرطان الكولون أو سرطان المصران الغليز أولا أبما نفوت بالتفاصيل شو هي مروحة العلاجات المطروحة عند تشخيص مرض سرطان الكولون الآن العلاجات متل ما قلتوا بالمؤدمة في علاجات تحتوي جراحة الكيميائية والأشعة إجمالا أيام بيكونوا بتشبكين مع بعضهم تيمورك يعني بيبقى فيه عدد اختصاصيين بيتشاوروا تيتخذ القرار المزبوط شو منعمل للمريض هلأ إجمالا وقتل بتكون القصة منكتشف هذا السلطان مبكرا يعني بتكون التيومور صغيرة بعدها بس بالمصران ومن بيّن على الفحوصات المخبرية يعني سكانر إذا فيه درنات لنفوية منصابية ما مش منصابية إجمالا هي جراحة بتبلش بالأول وحسب نتيجة الزرع لأنه منشيل شقفة المصران نبعطها على الزرع تندرس بيندرس فيها عدة إشياء أول شي بيندرس فيها نوعيتها شو نوعيتها لأنه في عدة أنواع سلطان بالمصران تاني شي بيندرس إدي هالتيومور من غشاوة المصران أو امتداد امتدادها بقلب المصران صحيح وهايدي بتأثر على مستقبل صحة المريض وبعدين بيدرسوا الغداد اللنفوية وغداد اللنفوية بتندرس على عدة نطائت يعني إجمالا تواحد يعمل جراحة سلطان مصران لازم منموم يكون فيه عدد معين من غداد اللنفوية تتندرس وإلا بيطلع الفحص ناقص مشين هكي إجمالا بين العشرة والخمستعشر غده بيندرسوا بيقولوا إذا فيهم سلطان يما ما فيهم سلطان كله هيدا له تأثير للمستقبل هل جراح لحالة كافية يما ضروري نفوت مع الكيموتيرابي يعني الإدوية إجمالا بالمصران ما في أشعة الأشعة هو ب المصران اللي بيجي من بعد المصران الغليز اللي هو المستقيم هيدا اشتبعه هلأ بنرجى بنحكي فيه بعدين رح نفوت أكتر بالتخصص طبع حضرتك اللي هو العلاج الجراحي الجراحة الكولون جراحة سلطان الكولون أول شيء المريض بيحب يعرف هيدا الجراحة كيف بتصير شق كبير شق صغير بالنضور أو مش بالنضور بتفوت من قدام أو عن الجنب يعني تبعات الجراحة كلها تفاصيلة هلأ خلينا نحكي أنه بجراحة موجود السلطان هل موجود عمالة اليمين هل موجود بالنص يما هل موجود عمالة الشمال وهيدي جراحاتها بتفرق إن كان على اليمين يما على الشمال هلأ اللي أكيد أنه نحنا فتنا بتطور اللي هو جراحة المنظار اللي هو لابروسكوبيك سورجري وكل جراحة المصران تنعمل فيها تنعمل باي لابروسكوبيك سورجري بالنضور بالنضور وتبينت الدراسات أنه ما في فرق أبدا عم نحكي كجراحة سلطان بين الجراحة العادية اللي هي فيها شأ وجراحة النذور بنسبة لا استقصال التيومر صرنا بعصر هلا أنه تقريبا كل جراحات سلطان المصران بتنعمل بالنذور يلي بتعتبر عملية أهيا أو أصحاب يلي بتعتبر حسب على المريض أهيا وعالطبيب عالطبيب حسب جمالا خبرته يعني إجمالا إجمالا عملية المنذور بتاخد وقت أكتر شوي اللي بتنعمل بالنذور من الشق العادي وبتأثر كتير إذا المريض ضعيف يما ناصح يما بتأثر كتير بس ما في شك أنه للمريض بتسهله أمور كتير وبنعرف كمان أنه من بعد العملية أو إذا بيضطروا يحطوا نربيش أو مخرج خارجه هنا نفوت بما يخص بما يخص المصران الغليز إجمالا المصران الغليز كل شي على مالة اليمين ما في حاجة أنه يكون فيه مخرج إصطناعي كل العمليات حتى هي شو بيسبب أنه نعمل عملية مع مخرج إصطناعي هي إذا المريض وصل لمرحلة الكيومير طبعه سكرت له كل مجرى المصران وصار بعقدة مصران يعني ما بعمل بيصرف ساعتها ما فينا نعمل وصلي بين مصران ومصران لأن المصران اللي قبله منه محضر لأنه إجمالاً بس نحن نعمل عملية منحضر المصران مننطفه بيشرب المريض شربي طي ينظف المصران طي ما يكون فيه رواسة رواسة بخروج بقلب المصران لأنه هي بتسبب إشكالات من بعد العملية وقت الموصل لمرحلة أنه في عقدة مصران تيومير أكل كل المصران ومسكرته سفى كل المصران اللي قبله معبى خروج بهال الحالة هايدي ما فينا نوصل المصران على مصران نعمل مخرج إصطناعي وهذا بي بس كل السلطان العمالة اليمين ما في أي داعي أنه ينعمل مخرج إصطناعي لأنه الوصلة بتكون بين مصران الرفيع والمصران الغليز في المخرج الإصطناعي اللي كنت عم تحكي عنه أو الخارجي أوقات بيضلوا على وقت مشوفهم عايشين فيهم أوقات عالم بيرجعوا بشلورهم وبيضبطوا كيف بتفرق بهالموضوع هلا كل العلاقة وين موجود أساساً المصران إذا المصران بالكولون اللي هو إجمالاً اللي بيدعينا أنه أيام ببعض الحالات نعمل مخرج إصطناعي بيكون عمالة الشمال وعمالة الشمال ننجبر أيام وقت اللي بيكون في عائدة مصران والمريض حالته تعبيني كتير أنه أسرع عملية هي أنه نشيل السلطان ونعمله مخرج إصطناعي إجمالاً هذا المخرج بيستدعي أنه نرجع نعمل عملية بعد شهرين ثلاثين نرجع نوصلهم على بعضهم أمتين المخرج بيصير ديفينيتيف على طول دائم هي مش بسلطان المصران بسلطان المستقيم الركتم وخصوصاً الركتم اللي موجود الركيشن تبعيته قريب من باب البدن وقت اللي بيكون السلطان قريب من باب البدن بيجبرنا أنه نشيل معه باب البدن ساعتها ما في حل إلا بمخرج إصطناعي دائم صحي أوكي وهيدي بالأول العالم بيخافوا أنه كيف بس هلأ بوجود السوشال ميديا واليوتيوب والكذا صار فيهم يفوتوا يشوفوا العالم اللي عم تقدر تعيش براسك حياة طبيعية بهذا المصران الدايم اللي عندهم قدي نسب نجاح الجراحات لأستقصال سلطان الكنوم جميلا كلها معلقة بالستيجين يعني قدي هو المصران قدي هو التيومر هل هي يعني هي بقلب المصران يما طلعت برات المصران يما في درنيت كتير موجودة يما في سلطان انتشار يا بالكبد يا بالروية هيدا كله معلق يمكن اكيد دكتور شدياء حكي قبل انه بروفيلاكسي انه لازم نكتشفه بكير هيدا الحل ما فيه ما فيه اسرار شو ما اكتشفنا السلطان بكير شو ما كان شو ما كانت النتيجة احسن يعني بس تعطيكم اجزامبل بالسلطان يلي اكتشفناه وعملن له جراحة وطلع استادقية يعني بعده باول الطريق نسبة الشفاء منه تسعين بالمئة على خمس سنين سلطان المصران الغليز منه اجريسيف يعني ناعم نلقته بكير بيشفى المريض نهائيا وممكن بس يكتفى بالجراحة بلا العلاج الكيميائي العلاج الكيميائي قرار علاج الكيميائي بيجي على نتيجة الزرع يعني اذا بس السلطان موجود بالغشاوة المصران الميكوزة ما بده علاج كيميائي بس يفوت على العضل طبع السلطان ساعتها لازم ينعمل علاج كيميائي واكيد اذا ضارب الغدد اللينفوية لازم ينعمل علاج كيميائي واكيد اذا مفشا بالرية يما بالكبد لازموا علاج كيميائي هادي اكيد من بعد الدكتور مارون بيحكي فيها بس نسبة النجاح كتير عالية من هيك نحنا منشجع انه متل ما قلت بالمقدمة يلي ما عنده اي ريسك فاكتر يعمل ندور على الخمسين يلي بعيلته في حدا لازم يعمله قبل بس انا بحب نوه شغلة تانية كتير ضرورية هي انه في بعض الحالات يلي منشوف نحنا معه بوسير يما معه مزق ببيب البدن عم بيخرج دم وياما ايام ننجبر نحكم على التليفون يعني خصوصا بهلأ بوقت الكوفيد كانت المرحلة الله يخليك حكيم شو بياخد دوة شو ما بياخد دوة بعد الايام ننخدع يعني منكون نحنا عم نحكم على التليفون بوسير وبيكون في غير بوسير مشين هيك ضروري الفحص السريرة ينعمل وينفحص المريض تأكد انه ما في يعني بيجيني مريض حتى لو اكدت انه عنده بوسير وهي سبب الدم اذا عمره فوق الاربعين يما اذا بعائلته في حدا عنده سلطان المصران قبل ما اعمل العملية مجبور اعمله كورونوسكوبي حكيم حكينا عن الجراحة وتقنيتها بس نحنا نعرف كل عمل جراحي فيه احتمال ونتمنى لا الهو الاشتراكات مظبوط شوان الكمبليكيشنز اللي بيصيروا خلال العملية ومن بعد العملية هلا اللي اكيد انه نحنا وقت منقرر نعمل العمل الجراحي كل اللي عم تسألني عنهم انا هول بحكيهم للمريض يعني انا المريض واعي على كل الاشتراكات واهم اشتراك اللي هو نحنا عطول كجراحين منخاف منه مع انه نسبته منه عالية نسبته بين الخمسة وستة بالمية هي الفيستولة يعني تنفيس الوصلة هايدي اخطر اشتراك معقول يصير هلا فيه اشتراكات عامة الى علاقة بحالة المريض الاجمالية الصحية هايدي بيكون تتأيم من اكيب الحكيم القلب حكيم الروية حكيم البنج دونك بيصير فيه اجمالا المريض معه خبر بكل الاشتراكات المعقولة تصير بس اخطر اشتراك بالنسبة لعملية كتقنية هي تنفيس الفيستولة طبعا الوصلة وسؤال اخير بتتمنى تجاوبنا باجاز شو الاكل المسموح والممنوع يأكله المريض من بعد ما ينعمل عملية استقصال ورام الكولون هلا اذا عم تحكي على المدى المنزور الاصير هيني كتير بدون الياف عم نحكي منزور اصير 10-15 يوم من بعد هال 10-15 يوم في يأكل من كل شي رجيم عادي ما في اي بروبليم على اي نوعية اكل بالعكس عند الاشخاص اللي يلي نشلوا نشأفل من المصران لازم نرجع نشجع انه يأكلوا الياف من بعد لانه هاي الطريقة الوحيدة يلي بتخفد نسبة انه يصير في بوليبس يما وحكيكم قبل دكتور شدياء عن اللحمة وكل شي يعني في اشي كتير مهمة بتنعمل تا واحد يخفد نسبة البوليبس دارنات يلي بتتحول لسلطان هاي واحد واثنين نكتشفه عبكير بالنظور لانه هايدي اهم شي فينا نعملو الباقي تقنيات الباقي مثل ما الله بيريد العملية واردة وجرحتها مضمونة بس كل العلاقة بالداد للسلطان متقدم بالجسم دكتور توني خنيسر شكرا لألك على المعلومات اللي عطيتنا إياها اليوم وهلأ رح ننتقل لفقري دوز اندونت مارسوا الرياضة وكلوا أكل صحي للتخفيف من قطر الإصابة بسرطان الكولون ابتداء من عمر الخمسين سنة لازم إجراء فحص التشخيص المبكر لسرطان الكولون واللي بيتم من خلال التنظير بحال وجود حالات سرطان الكولون بالعائلة لازم تعمل التشخيص قبل عمر الخمسين ما لازم تدخنه لحماية نفسه من سرطان الكولون ما تهمله نفسه وضرورة تراجع الطبيب بانتظام بعد إجراء العلاج لسرطان الكولون ما تستهونوا وجود دم بالخروج ودغري خبروا طبيبكم بيستخدم العلاج الكيميائي الأدوية لتدمير الخلايا السرطانية ولهالسبب يعطى العلاج الكيميائي لسرطان الكولون بعد الجراحة في حالات معينة صحيح راي بمعطى العلاج الكيميائي في حال كان السرطان كبير بالحجم أو انتشر العلاج الكيميائي بهالحالة ممكن يقتل أي خلايا سرطانية تبقى بالجسم وبيساعد على تقليل خطر تكرار الإصابة بالسرطان بهذه الفقرة رح نركز أكتر على العلاج الكيميائي مع دكتور مارون صادق أهلا وسهلا فيك حضرتك طبيب متخصص بأمراض الدم والأورام والسرطانات رح نستفيد من وجودك معنا لنحكي عن العلاج الكيميائي بحال سرطان الكولون أو سرطان المصران الغاليس وين بيجي دور العلاج الكيميائي من بعد تشخيص السرطان تانكو سو ماش على الاستضافة الزملاء اللي قبل حكيوا عن يمكن سكرينينج والطرق العلاج وضوينا على أهمية الجراحة بهذا الموضوع اليوم بحب وضح للمشاهدين أنواع العلاجات الكيميائية بسرطان الكولون يعني اليوم مثلا بيجينا مريض عمل عمليته منقله بس أنت بحاجة ما أنا صحيت منقله مظبوط هون يدور العلاج الكيميائي اللي منسميه أو مدعم يعني الورم ستقصل نشير من الجسم ونحنا عم نعطي علاجات لمدة ستة شهر لتخفيف خطر روجعت المرض لأنه دايما مريض بيكون خايف أي متى معقول يرجع المرض هون منقله أنه ببعض الحالات من المرحلة التانية من المرض أو المرحلة التالتة كله نسوق من بعد الجراحة في دور كتير مهم للعلاج الكيميائي المدعم يعني الاتجفن كيموثيرابي الاحتمال التاني أو المطرح التانية اللي منستعمل فيه العلاجات الكيميائية وهيدا الشي حديث ببعض الأحيان بيكون الجراح بده يشيل الورم إنما البلق أو حجم الورم كبير أو في بعض الانتشارات الصغيرة على الكبد زمين كنا نقول مرحلة رابعة ما رح نعمل شي هلأ لا لقينا أنه فينا نعمل بعض الجلسات الكيميائية تنحجم الورم بالتالي الجراح يقدر يشتغل شغل انظيف ومظبوط ويشيل الورم كليا هوني منسامية نايو أدجفن كيموثيرابي أو العلاج الكيميائي ما قبل العملية أما التالت احتمال ممكن نستعمل فيه العلاجات الكيميائية وهون في ضرورة للعلاج الكيميائي وقت يكون المرض شخص بمرحلة رابعة يعني انتقل من الكولون على الكبد على المطارح تانية بالحوض أو على الرواية هون العلاج الكيميائي هو الأساسي وما بيكون في ضر الجراحة حكيم بنعرف انه العلاج الكيميائي هو العلاج يلي متعرف عليه صار له كذا سنة وعم نسمع كتير بالعلاجات اللي يسموها تارجت الترابي أو العلاجات يلي بتصيب بس الخلية تبع السرطان ياريت بتخبرنا كيف كيف صارها التطور وامتين بتنقل العلاج الكلاسيكي أو العلاج المواجه يلي هلا عم نستعمل عن جديد صحيح حكيم العلاجات المهدفة أو اخذت مطرحة بكتير مطارح من الأورام بسرطان الكولون تحديدا بالمرحلة الرابعة ما بنقدر نعطيها لحالة يعني العلاج الكيميائي بعضه هو الأساس وبتجي العلاجات المهدفة من سمية اد اون كان عنا نوع صار عنا اثنين خمسة وصار عنا أنواع عديدة لهيدي العلاجات المهدفة كمان عنا تاستات جينية بنعملها على الورم مش كل مريضة بيقدر يأخذ نفس العلاج هالعلاجات المهدفة موجودة بلبنان عم تعطينا نتائج أهم وأحسن وقتنضيفة على العلاجات الكيميائية الكلاسيكية إنما لازم نعرف أي علاج لأي مريض وأي دوز لازم نعرفه لهيك على الخزعية اللي نعمل او اللي أخذناه بنعمل بحوصات جينية بتطول مدة الريميشن أو حياة الشخص وتكون عم تعطيه تاركت تيرابي عطت ريسبونس على كل شي عطتنا أنه تزم الورم أسرع عطتنا أنه ينتشر بغير مطار حد الانتشار يعني أضافت كتير على العلاجات الكيميائية يعلم ما يتجاوبوا عليه أو تقريبا كل العالم بدأت نتجه جمالا كلهم بس برجع بركز على لازم نعرف لمين نعطي والدور المهم بالعلاجات المهدفة اليوم بالعلاجات الكيميائية بالمرحلة الرابعة بيقلنا المريض أنا وبعضين قمتيني بوقف العلاج بعدتي أربعة ست جلسات ثماني قيام نوصل إلى الاثناش الحلو بالعلاجات المهدفة من بعد ما نوصل للكورس كله سوا بدي كفي مينتننس يعني فقط علاج واحد بقدر كفي بس بالعلاجات المهدفة كمان تونانس إذا أنا اتخطيت الجلسات اللازمية بالعلاجات الكيميائية ده بالستيج فور حتى بال صحيح مما أنه عم تحكي عن العوارض الجانبية طبعا الكيموترابي أو العلاج الكيميائي العلاج الكيميائي اللي بنعطيه بسرطان الكولون شو هنه أكتر أثاره الجانبية بيبقى العلاج الكيميائي اللي بنعطيه بالسرطان الكولون ألطف من العلاجات الكيميائية بغير أورام الأدفانتج أنه ممكن يكون قص منه حبوب وقص منه بالمستشفى بالعلاج النهاري وممكن المريض نقوله لا ممكن تنام ليلتين بالمستشفى دائما منحذر المريض أنه إذا عمل إسهال أو ديره يحكينا لأنه ممكن هذا العلاج يسبب بحالات من الإسهال إنما منه أبدا خطرة ومنقدر نعلاجها بالأدوية اللي المعتادة ببعض الأحيان كمان علاج من العلاجات ممكن يعمل تنميل بالأطراف هون كتير مهم نقول للمريض يخبرنا تلجلسة إذا عم ينام له إيديه عم يقدر يحس بالصخن بالمساقة عم يقدر يبكل شميسته الشوز ومنقول حتى الكبار بالعمر منطلبه من أولاده يساعدون بالحمام معيرون لندرجة الماء يساعدون باللبس لأن المريض وقتين يقلنا أنه أنا عم ينام له إيديه لدرجة مش عم يقدر بكل شميز افتح أنينة ماء الحكيم لازم يستدرك الموضوع على أبكر وقت كرمالي نزل بالدوز وبعض الأحيان منضطر نوقف وطبعا منشيك على فحوصات الدم الدورية من المناعة للملوحات للمعادن للكلاوي هل يسبب هالعلاج تساقط للشعر أو كمان انخفاض كبير بالكريات البيض والكريات الحمر اللي ممكن يترافقوا بعدنا كمان بالتهبات وغيرها من حصنات هذا العلاج أنه أقل من غيره بكتير ممكن يسبب يوطي المناعة وهذا العلاج بحالات جدا قليلة منلجأ أنه نعطي قبر مناعة على البيت وهذا العلاج بأكتر من 90% ما بيسبب تساقط شعر من هيك المريض بيحبه من تعاون سوى من العلاجات اللي منحب نوصفها لأنه ألطف من غير أورام والبروتوكولات اللي تعتمدوها هل هي بروتوكولات قصيرة أو طويلة المدى وبعد قد يقدر يرجع المريض حياته العادية بالشغل إذا عم نحكي بالعلاجات المدعمة يعني من بعد العملية ستيج تو ثرين المريض صح جراحيا منعطي العلاج الكيميائي أو بالمستشفى لمدة ليلتين أو بالبيت وبالمستشفى كل أسبوعين أو ثلاثة مرة لست شهور يعني 8 جلسات أما في حال كنا بمرحلة رابعة ونحنا عم نعطي العلاج كرميل نطول أمد الحياة ونزم الورم قدمة فينا ما في حدا بيقلنا قديش لازم نعطي منعطي يعني صار في تنمير صار في انزعاج ما عم يتحمل العلاج إجمالا منوصل لثمانية أو لثناثر جلسة من بعد إذا المريض كتير منيح منكفل ما ينته ناص أما بالنسبة للشغل كمانا مثل ما تفضلت الدكتورة الزميلة وقالت هذا العلاج لطيف لدرجة بين الجلسات يعني هل أسبوعين أو ثلاثة البريك المريض بيكون عم يحش حياة كتير طبيعية عم يرجع على شغله وعم شوف أصحابه وعم يظهر من البيت ما بيكون مزعوج أكيد هذا عامل كتير مهم يعني يكون متابع حياته بشكل طبيعي هل في محل للعلاج بالأشعة؟ الراديو ثيرابي بالكولون كانسر أو بسرطان الكولون ما عنده مطر رحمة مثلا الثدي أو الأورام أو بغير مطارح اللي عم تقوله حكيم هو هالأنتيتال الجديد يلي منسميها رح سميها بالإنجليش وانترجمها يعني منتشر ولكن قليلا هون ببعض المحلات الجراح بشيل الورم الأساسي ومثلا بكون عندي انتشار صغير على الكبد واحد أو اثنين أو ثلاثة هون في دور أن الأشعة تجي تحرق هالانتشارات الجدا صغيرة دونك اليوم حتى لو في انتشار بطلنا مثل زمان نقول لا منتشار المرض ما ما فينا نصح صرنا منحب نحصي ونحصر إذا قدرنا هيدا الانتشار تنقدر بالطرق الحديث إن كان جراحيا أو بالأشعة نقدر نقضي على كل الورم وإثار الورم ساعتها منتأمل بالشفاء بهيك حالها صحيح منعملهم مثلهم مثل المريضي اللي صح يعني حتى لو صارعنا مثل ما قلت أوليغوميتاساس أو بدرجع نوه فيها هالموضوع لأنه دايما نحن نقول صار في انتشار للمرض برات المحله الأساسي نعتبر أنه للأسف ما في حزوز بالشفاء بس مثل ما حضرتك قلت صار فيه بحالات معينة بدلنا نتوقع إذا كانوا هالمتاستاز أو هالورم اللي طلع برات محلات صغيرة نقدر نتأمل بالعلاج الكيمياء والأجاع الأشعة نتأمل نعطي شفاء ونعملوا مثل لو كان مرحلة مبكرة أكيد هون الدور اللي كتير مهم أول شي وبصر أنه ما يكون حكيم واحد عم بعالج يعني نحنا الأونكولوج لحالنا ما بنقدر نعمل هيدا الشيء بدل جراح بدل حكيم الأشعة يعني اليوم المريض يطلب أنه ينعمل شيء من سميه هو إجباري برات لبنان ملتي ديسبلينري يعني نكون كلنا مجتمعين الراديولوج حكيم الأشعة الجراح الأونكولوج حكيم المعد نكون كلنا سوا لأن الحالات اللي عم تحكي عنها حالات دقيقة وبدنا نقدر عن جد نميز أي مريض بدنا نعامله أوليغو يعني عنده انتشارات قليلة بدنا نشيلها كلها من جزورها وأي مريض لا هو مرحلة رابعة عمش قدرين نشيلها كنا عم نقولها بلشوي إنه المضاعفات تغيرت شوي وصارت أخاف خبرنا هالعلاجات الكيميائية اللي عم تتاخذ صارت أهيا من قبل العلاجات الكيميائية بحد زيتها مثل قبل إنما اللي تطور هن العلاجات اللي بتقدر تخفف من العوارض الجانبية يعني اليوم بال2021 الأدوية اللي موجودة كرمية تخفف اللاعيين صارت أحدث بكتير من قبل وصرنا قليل كتير ما عم نشوف مرضى عم يعملوا هالعوارض من اللاعيين للاستفراغ بالبيت إيزة هالعلاج كنا عم بيوطي المناعة اليوم صارت عنا عدد كبير من أنواع قبر المناعة بالبيت لنك إذا بدك المنسمي يعني اللي ما بيخلي المريض الدايق أن المناعة من اللاعيين من الاستفراغ من الشهية هدول تطورنا فيهم كتير بالتالي صار العلاج أسهل بك يعني يعتبر المريض وقتا يعمل جلسة كل أدايك كل شهر أو كل ثلاث أسابيع يا أسبوعين يا ثلاث أسابيع يقدر يرشا يعيش من بين هالأسبوعين طريق حياة براسك أو تقريبا طبيعي ومنصر أنه يعيش يعني منطلب منه أنه يكفي شغله يكفي نشاطاته السبور شو بيعمل نشاطات يومية يظهر مع أصحابه وإحنا منطلب أنه يضل عم بيعيشها بدون فاسهم ومن بعد العلاج ما لازم يقعد بالبيت أو عنده كم نهار لازم يقعد يرتاح هلأ حسب إذا بدنا ندعمل بس على بسرطان الكولون لأن هيدا البروتوكول قليل كتير ما يوطي المناعة منقدر نظهر ونروح ونجي بغير بروتوكولات تقريبا على السادس يوم من بعد العلاج المناعة ممكن تقشط بالتالي ممكن عم نعطي قبر مناعة لكذا المريض منه حاسس بتعب أو بلاعيين أو هو ماشي على البرنامج بالبيت مظبوط لا بيقدر يظهر من تاني يوم حتى بنفس النهار العلاج المناعي إلو دور هوني كمان العلاجات المناعية مثل ما بنعرف أخذ مطرحه بكتير أورام إن كان صالد أو لكود يعني إن كان باللينفوما لوكيميا صارنا نلاقي دور وإن كان أكيد بالأورام الصالد يعني سرطان الثدي سرطان الرئة عمل نقلي نوعية سرطان الكولون نعم صار إلو مطرح وقت حكينا نعم شوي عن التستات الجينية اللي بنعملها صرنا كمانة بنعمل تست تنشوف إذا المريض قادر يستفيد من إدوية مناعية والدراسات الحديثة بيانت بناء على بعض المؤشرات اللي بنعملها على الزرع اللي بنعملها في لبنان اللي بياخد أسبوع تتطلع أسبوع لعشرة أيام المريض قادر يبلش بالدول مناعة قبل الكيميائي وقبل حتى العلاجات المهدفة يمكن هلأ إحنا بأزمة مما عنا الأكساء أو الوصول لها العلاجات بس إحنا من أول البلدين اللي دخلنا الإدوية المناعية ومن أول البلدين يلي وصفناها بهذه الانديكيش وممكن تستبدل الكيموثرابي نستبدلها بالعلاج المناعي ممكن نستبدلها والدراسات بيانت بكتير مطارح تفوقت حتى على العلاجات الكيميائية والمهدثة بنتيجة بأي حالات الحالات وقت نعمل حصات جينية معينة من سميهم PDL1 أو MSI يعني حصات جينية نعرف أن هاي دول المرضى هني اللي بيستفيدوا من الإيميونوثرابي أو العلاج المناعي إذا عندهم إياها نيجاتيف ما بيقدروا ياخدوها ويمكن حلو بالعلاج المناعي أنه أسهل كمانا كعوارض جانبية من الكيموثرابي وهو بيكون بالحبوب بالمصل بالمصل اللي بينعطى بس ما عنا أي عارض من العوارض اللي نعرفها من الكيميائية العلاج الكيميائي وما في منهم بالحبوب لا هنا العلاجات المهدفة أو الأرمونية لحبوب السبلي ولقت مضرحة أكتر شي بسرطان الثدي نعم كطبيب متخصص بالأورام كل اللي عم بيحضرونا بيهمهم يسمعوا رأيك وياخدوا إرشاداتك شو لازم يعملوا أول شي لحتى يتوقعوا ولا حتى نكتشفوا بكرا ولا حتى ناخد النتيجة الأفضل بتشكر كتير على السؤال لأن اليوم منقول الوقاية أهم من كل العلاجات والزملاء حكي وبرجع بصر أي عارض منحس فيه ناخده على محمل الجد يعني دم بالخروج تغير بالعادات الهضمية الجهاز الهضمي يعني أنا كنت فوت كل يوم على الأطوالات صار عندي كتام غير مسبق صار عندي إسهال غير مسبق تغير بالخروج أي حالات بالعيلة ضغري نشوف الطبيب المختص أي فئدان شهية أو وزن أو أوجيع منه طبيعية فوق الخمسين سنة بعدنا منصر أنه لازم نعمل ندور وبناء على نتيجته نعرف أي متى منكرره إذا عندي حدا بالعيلة من أهلي أصيب بصردان الكولون تحت الخمسين أنا أبلش على عشر سنين قبل عمره لك كتير مهم اللي نسميهم سكريني يعني الكشف المبكر وهني جدا هينين اللي هو بس ندور وإذا شفنا أي إشارة بس نخده على محمل الجد ونشوف الطبيب المختص صحيح نتشكرك لوجودك معنا ولكل المعلومات اللي عطيتنا إياها اليوم لحنا ننتقل هلأ لفقر التمس ترتبط نزلات البرد وعدوى الأنفلونزا بفصل الشتاء ومن أبرز النصائح الوقاية من مضاعفات نزلات البرد هي التالية الاستحمام بالمياه السيخينة بالصباح لأنه هالأمر يؤدي إلى تفكيك الإفرازات بالأنف حيث يساهم البخار بتنظيف الجيوب الأنفية المستودي الغرغرة بالمياه الدافئة بالفعل يمكن تساعد حرارة المياه والبخار بفتح المجاري الهوائية وتليين البلغم كميات جيدة من فيتامين سي فهي تساعد بالتماثل للشفاء لذا تناولوا البرتقال أو الكيوي أو تناولوه بشكل مكمل عليكم المحافظة على الدفئ لأنه إذا أصبح الأنف شديد البرودة فهالأمر بيعني أن الأجهزة المناعية لا تعمل بشكل صحيح لذا فقد تكون أكثر عرضة للإصابة تناول الطعام الدافي فهو غني بالفيتامينات فهالأمر يساعد على الشعور بالتحسن والنشاط الاكثار من شرب المياه فهالأمر يساعد بالتغلب على التهابات الحلق اللي بتحصل عندما تنخفض درجات الحرارة وأيضا تناول بعض العسل فالأنزيمات الموجودة بالعسل الطبيعي بتلعب دور مهم بالتهديئة التهاب الحلق تطور دايم على صعيد الدراسات والعلاجات إلى جانب التطور التكنولوجيا وصلنا إلى مراحل متأدمة جدا ونتيج واحدة للمريض لو مهما كانت إصابته كبيرة المتابعة الصحيحة مع الاختصاصيين ضرورية للوصول لهالنتيجة لأنه مثل ما شفنا خلال الحلقة تنسيق دايم مع الأطباء خلال فترة العلاج ومع بعدها مهم للتخفيف من الأعراض والتداعيات والوصول لنتائي الشفاء مرتفعة لهون نوصل لنهاية حلقتنا ما تنسوا تتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي صوت بيروت انترناشنل وبيروت سيتي وتبعتونا كل أسئلتكن بالكومنتز ورح نجاوب عليها بالحلقة المقبلة من هلق لوقتا ستاي سيف ولقونا بالحلقة الجاية اشتركوا في القناة